طيب لما الناس بيتضيق عليها في البلد لما الناس بيتضيق عليها في بلدها وما بتلاقيش خدمات ما بتلاقيش تعليم ما بتلاقيش شغل ما بتلاقيش صحة ما بتلاقيش مرتبات ما بتلاقيش أمن ما بتلاقيش أمان ما بتلاقيش استقرار بتلاقي قمع بتلاقي سجن بتلاقي قتل بتلاقي اختفاء قصري بتلاقي سفه بتلاقي ديون بتلاقي قروض بتلاقي إن الدولة بتحاول تحملك المسئولية بتاعت سلقة الطيار وعربيات ده والاحتياجات والغاز والاستهلاك والزيارة السكانية بتشعر ان انت عبء على هذا الوطن بتشعر ان انت عالة بتشعر ان انت ايه ده يا جماعة الحكومة اللي بتعمل فينا كده طب خلاص احنا ملناش مكان هنا في يوم سيء الذكر طلع قال الولد اللي سايبنا وماشي انت سايبنا وماشي ليه انت بتروح تركب البحر ليه ما هو اللي احنا قلناه في الاول ده مرتبط قوي بالخبر لا اتكلم عنه دلوقتي البني ادم لما بتنقطع به السبل في مكان ما بيبحث عن الحياة في مكان اخر خلي بال حضرتك المصطلحات مهمة اوي انا مش بقول بيبحث عن تحسين الدخل ولا بقول لحضرتك بيبحث عن مستوى معيش مرتفع ولا بيبحث عن الرفاهية والراح لا 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 بقول لحضرتك بيبحث عن الحياة يعني ايه يعني هو مش قادر يعيش في مصر فبيقرر بمحض ارادته ومع صبق الاسرار والترصد وبمعاونة اهله وناس فيهم بيبيعوا اراضي وبيع البقرة بتاعته وبيبيع العربية واللي بيبيع دهبها عشان ايه عشان تلقي بابنها في التهلكة اللي ايه هي التهلكة رحلة خطر في العبور من قرى مصرية على طول الشريط بتاع المحافظات المصرية غربا بيعدوا الصحراء الغربية عشان يوجهوا المخاطر بتاعة المهربين ويوجهوا حرس الحدود المصري ويعدوا ليبيا عشان يبدأ هناك مرحلة اخرى ومختلفة تماما من الخطر وهي الحبس فيه اماكن زي مخازن كده من غير اكل من غير شرب نايمين على البلاط بيتضربوا بيتعذبوا بيتعمل فيهم كل حاجة في مقابل ان الجماعة دول يحنوا عليهم ويشوفوا لهم مركب مطاطي متهالك هيغرق بعد عشرة خمستاشر متر في المياه عشان المركب ده هو الامل انه يوصل اليونان او ايطاليا او اي بلد تاني طيب الولد اللي سافر او قرر اهله انه هما يرموا في البحر ويرموا في الصحر ويرموا في هذه الرحلة المميتة القاتلة اللي لا الواحد بيشجع حد عليها ولا ابدا ممكن ينصح حد بيها وربنا ما يكتبها لا علينا ولا على اي حد لاني اعرف ناس على المستوى الشخصي مروا برحلة كهذه ليه عشان الجملة الاولى كانوا بيبحثوا عن الحياة كانوا بيدوروا انه هما يعيشوا ما كانوش عايزين يموتوا ما كانوش عايزين يتقتلوا كان النظام عايز يقتلهم فقرروا انه هو خلاص ما انا كده ميت وكده ميت بس يمكن انجو فربنا كتب له النجال فخلي بال حضرتك الناس اللي بتطلع الهجرة غير الشرعية هو خلاص هي الدنيا الدور افل بلغة الطولة خلاص او الدومنو خلاص افل يا جماعة ما بقاش في حل في مصر ما بقاش في لا حياة ولا اكل ولا شرب ولا عيشة ولا مستقبل ولا وظيفة ولا مرتب ولا اي حاجة خالص فيلا يا عمي نطلع هجرة غير شرعية فللأسف بنلاقي الخبر ده موقع العربية بيقول هجرة غير شرعية تفاصيل مصرع واصابة 26 مصري بحادث مروع في ليبيا في حادثة مأساوية لقي 11 مصري مصرعهم واصيب 15 اخرين في حادث سير بمدينة برنا في ليبيا شاهد الطريق الصحراوي في دارنا شرق ليبيا مساء امس الاربعاء حادث انقلاب سيارة تقل 26 مصري كانوا بيحاولوا الهجرة غير الشرعية ما اسفر عن مصر 11 واصابة 15 اخرين الحياة ان وزارة الخارجية طلعت بيان وعلقت على الموضوع في سابقة يعني ان وزارة الخارجية بتتحرك للمصريين اللي بيحصل لهم حاجة برة لكنهم اتحركوا بعد ما ماتوا الحقيقة موقع الحرة بيان رسمي من مصر بعد مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا ذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج انها تتابع حادث انقلاب السيارة الذي وقع في مدينة دارنا في ليبيا والذي اسفر عن وفاة واصابة عدد من المواطنين المصريين قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف ان وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصولية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة اوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجاثمين الى ارض الوطن فور الانتهاء من الاجراءات اللازمة ايه اللي بيخلي الناس تهاجر يا جماعة ليه يعني الستة وعشرين واحد دول ماهو كان المفترض يكون لهم شغل في مصر كان المفترض يلاقوا مرتبات كافية في مصر كان المفترض يلاقوا حياة كريمة مش مبادرة سيء الذكر لا يلاقوا حياة كريمة بجد في مصر الستة وعشرين واحد دول قرروا ياخدوا رحلة دول ماتوا قبل ما يركبوا للمركب اصلا ده ماتوا في حدسة انقلاب سيارة في ليبيا فهنا السؤال لو كانت القوات المسلحة المصرية مش موجودة في الاقتصاد كان فيه شركات قطاع خاص اكتر هتكون موجودة فكان يبقى فيه فرص عمل حقيقية لمدنيين اكتر لان الجيش بيشغل الولاد العساكر المجندين فهنا انت عندك كم مصانع وقطاعات مقفولة بالضب والمفتاح فنسبة البطالة بتزيد فأولاد زي دول بيفقدوا الامل انهم ما يشتغلوا طيب لو القوات المسلحة المصرية وسيئة ذكر مش مسيطرين على قطاع العقارات والبنى في مصر فكان يبقى فيه شركات كتيرة جدا عايزة عمالها عايزة عمال لا حمال لا حد بيعمل الرمل لا حد بيعمل مش عارف ايه حد بيطلع على السقالة لا نقاش لا نجار لا استرجي لا كذا كان يبقى فيه قطاعات كتيرة جدا من الشغل من الوظائف اللي شباب كتيرة جدا انا هتمنى انهم ما يشتغلوها حتى باليومية ويطلع لهم ارشين حلوين يعدوا من خلالهم في البلد يصرفوا على اهليهم وعلى ولادهم يتجوزوا يبنوا بيت يبقى في مستقبل اللي فاته سيئ الذكر مع صدق الاسرار والترصد خلق قوات المسلحة المصرية تسيطر على تمانين تسعين في المئة من قطاعات العمل في مصر وبالتالي صعب جدا ان اي حد في اي مكان يشتغل في مؤسسات الجيش في مشروعات الجيش لان اللي بيشتغل فيها معروف بعدين بدأ يطلع اباطرة من عينة البلطاجية زي صبري نخنوخ زي إبراهيم العرجاني زي مش عارف رجل تاني كده اسمه ايه صاحب نخنوخ كان بيحييه على السوشيال ميديا من كم يوم فاصبح حتى العمل المدني المتاح فيه هي اشكال صعبة جدا ان انت كواحد في قرية مش عارف ايه في السيوت ولا بني سويف توصل للناس دي وتشتغل معهم فالولاد بيفقدوا الامن طيب الشغل باليومية كل الاسعار غلت فاليومية لسه زي ما هي او وزارة حاجة بسيطة فحتى اللي بيقدر يوفق شغل او يشتغل في حاجة انت بتدمره نروح لمحافظة زي ضميات كان عندهم مثلا تحت كل بيت ورشة الورشة دي فتحة بيت او بيتين لانه الراجل بيجيله ابنه يشتغل معاه لا ابن نسيبه يشتغل معاه لا ابن اخته يشتغل معاه التلاتة دول بيبقوا يعني صابي صغير بعدين بيطلع بيكبر يبقى قصطة صغير بعدين يبقى قصطة يفتح ورشة تانية او يكمل الشغل وهكذا عمل ايه سيء الذكر دخل قالك باس فيه اللي ابني كل الورش دي احنا نعمل لكم مدينة الاساس في ضميات يا حبيبي ما فيش حاجة اسمها كده يا عزيزي طبيعة المجتمع مختلفة يا بيه ارمي ابني تلاتة اربعة مليار في الارض روح اعمل هالي في ضميات الجديدة روح اعمل كذا حصل ايه ولا حاجة على ضميات فيقوم يطلع ناس من ضميات هجرة غير شرعية لان الورش بازت والخشب غلى والناس مش عارفة ترجع راحت تشتغل اوبر راحت تشتغل ديليفري راحت تشتغل في اي حاجة تاني وفي الاخر مش عارفين يرجعوا ويشتغلوا تاني الخمات زادت والدولار والجني وكل الكلام تاني فمين اللي وصل الناس لده لازم نرجع لاصل الموضوع عشان ما يطلعش الاخرق سيء الذكر يقول لك انت يا ابني سايبنا ورايح فين انت ليه بتسيبنا وتمشي يا سلاة ما هو مسايب الجنة ما هو مسايب الجنة هو سايب 30 مليون تحت خط الفقر وبيزيده هو سايب ملايين المصريين بيعانوا من البطالة مش كده هو سايب ملايين المصريين بيعانوا من الضغط والسكر وامراض امراض كتيرة جدا الحقيقة جهاز المركزي للتعباء والاحصى كان بيتكلم عن مجموعة من الاسباب كويس بيقول ان 80% من الاصر اللي بيع مهاجر حالي من الريف وبيقول انه الاسباب بتاعة الصفر للهجرة غير الشرعية 34% بيسافر عشان يحسنوا مستوى المعيشة 25% بيسافر عشان عدم كفاية الدخل 11.5% بيسافر عشان الحاجة الى فرص عمل 9.2% بيسافر عشان يتجوزوا او يلحقوا بالزوج 9.9% بيبحثوا عن فرص عمل بالخارج 6% اجور مرتفعة مزايا العمل في مصر غير مرضية 3.4% 1% جمع شامل الاسرة 3% الحصول على تعليم افضل 2.5% اسباب اخرى اعتقد ده الصفر كله لانه فيه ناس ده مش يعني هجرة غير الشرعية فيه ناس بتسافر كمان عشان تحسين داخل وكده لكن اللي بيركب مركب وبيهرب من الحدود والكلام ده بيبقى خلاص انقطعت به السبل داخل مصر تعالوا تشوف مجموعة من الارقام والحقائق عن الهجرة غير الشرعية من افريقيا مش من مصر بس الى القارة العجوز انت بتتكلم على مدار سنوات كانت السواحل المصرية والمغربية منفذ للمهاجرين الى اوروبا في المغرب كانت قوارب الهجرة غير الشرعية بتنطلق من سبتة وفي مصر من محافظة كفر الشيخ ورشيد السلطات في مصر والمغرب شددوا على المسارات الرقابة على المسارات المعتادة بالقوارب وعشان كده المهاجرين بدأوا يدوروا على طرق تانية مصر طبعا بيطلع منها اعدات كبيرة على رغم من تصريح السيسي للرئيس الالماني ان احنا من 2016 ما طلع لناش مركب هجرة غير شرعية واحد من مصر بس انت مصدر للمهاجرين غير الشرعيين الرحلات دي بتطلع من ليبيا او تركيا او السودان كمان طريق غرب البلقان سجل العام الماضي اعلى انخفاض سنوي في عدد الوافدين لانه البحر المتوسط هو الاكثر استخداما السلطات الاوروبية المحلية رصدت 152 الف حالة عبور والرقم ده هو الاعلى من عام 2016 ما بين يناير ويونيو 22 وصل 3935 مهاجر غير شرعي من مصر الى ايطاليا وما بين اغسطس ونوفمبر 2021 وصل 1200 مصري شهريا ووفق ما اعلنته الداخلية الايطالية يعني احنا هنا بنتكلم عن اعداد مرتفعة من المهاجرين المصريين اللي بيزيدوا في السواحل الاوروبية